ندى الدعاء به الرجاء به الرجاء ندى الدعاء اسمع دعاء المصطفى فيه الهدى فيه الصفى فيه المعارف أنزلها للعالمين به الشفاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم نبهني فيه لبركات أسحاري ونوّر فيه قلبي بضياي أنواري واخذ بكل أعضايه إلى اتباع يا فاري بنورك يا منورا قلوب العارفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته تقبل الله صيامكم وطاعاتكم وعباداتكم إن شاء الله تعالى الدعاء الذي بين أيدينا هو دعاء اليوم السامنة عشر من شهر رمضان المبارك يقول هذا الدعاء اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره ونوّر فيه قلبي بضياء أنواره واخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منوّر قلوب العارفين اللهم آمين هذا الدعاء الكريم فيه مجموعة من المضامين التي ينبغي أن نقف عندها بصورة موجزة طبعة المضمون الأول هو بركة الأسحار نحن ندري أيها الإخوة الكرام أن شهر رمضان المبارك كله شهر بركة تتنزل فيه البركات بشتى أنواعها على الناس وكل لحظة وكل ثانية في هذا الشهر الشريف هي لحظة مباركة لكن بعض الأوقات في شهر رمضان المبارك فيها بركة أكثر فيها بركة زائدة على بركة الأوقات الأخرى من هذه الأوقات الشريفة المباركة في شهر رمضان المبارك هو وقت السحر طبعاً وقت السحر في رمضان وفي غير شهر رمضان المبارك هو وقت مبارك يعني حتى بغير شهر رمضان المبارك نفس هذا الوقت وقت السحر وهو الجزء المتأخر من الليل قبل طلوع الفجر هذا الوقت وقت مبارك جداً تغفر فيه الذنوب تستجاب فيه الدعوات تقضى فيه الحاجات بل ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن لله ملكين ينادياني عند وقت السحر هل من تائب يتاب علي هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل فيعطى هل من طالب حاجة فتقضى له وعن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال فعليكم بالدعاء في السحر إلى طلوع الشمس فإنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وتقسم فيها الأرزاق وتقضى فيها الحوائج العظام كتاب جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع للعالم العابد السيد الزاهد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر المشهول بالسيد بن طاووس رحمه الله المتوفى سنة ستمائة واربعة وستين للهجرة يتكون الكتاب من تسعة وأربعين فصلا الفصل الأول في فضل هدية الصلاة وتفصيل إهدائها إلى الهدات والشكر لهم على قيامهم بما جرى على أيديهم من العز والجاه والنجاة في الحياة وبعد الوفاة والفصل التاسع والأربعون فيما ذكره من العمل والدعاء في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة يشتمل الكتاب على الكثير من الروايات في الأعمال المستحب إتيانها من صلوات وأدعية وزيارات وأذكار وما يدعى به لطلب الرزق وقضاء الحوائج وطلب التوبة والتوسل بالمعصومين عليهم السلام في كل يوم وليلة من الأسبوع إضافة إلى الأعمال المستحبة العامة وباعتبار أن المؤلف رحمه الله قدم في الفصل الحادي والأربعين من كتابه جمال الأسبوع بعض ما رواه في تعيين وقت الساعتين التي يستجاب فيهم الدعاء يوم الجمعة وذكر هناك بعض ما رواه من الدعوات ختم كتابه بذكر دعاء خاص لهذا الوقت وهو دعاء السمات الشريف وقد اعتمد السيد بن طاووس رحمه الله في كتابه القيم على ذكر سند الروايات بكامله إلى المعصوم عليه السلام بما يجعله من المصادر المهمة والمعتبر للأدعية والأعمال لدى الشيعة الإمامية قام المحدث الجليل الشيخ عباس القمي بترجمة عنوين الكتاب وأحاديثه دون الأدعية إلى اللغة الفارسية طبع كتاب جمال الأسبوع مرات عديدة الأولى كانت في سنة 1303 للهجرة وطبع مرة أخرى في سنة 1330 هجريا وقد قام المحقق جواد قيومي بتحقيق الكتاب وتنقيحه وتصدت مؤسسة الآفاق لطبع هذه النسخة المحققة وذلك في سنة 1371 للهجرة فهذا الوقت وقت مبارك جدا ولهذا يعقوب سلام الله عليه نبي الله يعقوب أخر أولاده لوقت السحر كما ورد في الروايات الشريفة أولاده لما ندموا على خطيئتهم وما عملوه مع يوسف مع أخيهم يوسف سلام الله عليه جاءوا إلى أبيهم يطلبون منه العفو والمغفرة ويطلبون منه أن يستغفر لهم الله قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال سوف أستغفر لكم ربي ما استغفر لهم مباشرة وإنما أجلهم إلى المستقبل قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم بالروايات تقول ليش أجلهم ليش ما استغفر لهم مباشرة وقال سوف أستغفر لكم ربي في الروايات الشريفة أنه سلام الله علي أخرهم لوقت السحر لأن وقت السحر وقت مبارك جدا في رمضان وفي غير رمضان في شهر رمضان المبارك يزداد بركة تتدرون إخواني أنه منازل الناس يوم القيامة درجات الإنسان يوم القيامة ناتجة من عبادة الإنسان يعني جزء كبير من عدها ناتج من عبادة الإنسان في وقت السحر انظر ماذا يقول الباري جل وعلا يقول إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون فلهذا إخواني علينا أن نغتنم هذا الوقت هسه في غير رمضان احتمال الإنسان ما يوفق وأكثر الناس لا يوفقون إلى إحياء هذا الوقت لكن في شهر رمضان المبارك على الأقل بهالثلاثين يوم علينا أن نغتنم هذا الوقت واحد يقعد للسحور يستيقظ للسحور يستحر والسحور مستحاب بحد ذاته ثم بعد ذلك يحيي ربع ساعة ثلث ساعة بحسب طاقته من هذا الوقت المبارك ولا ينبغي أن نحرم من هذا الوقت بعض الناس أنا شايف برنامجهم هكذا يعني مثلا يتأخر في الليل يقضيها على المسلسلات أو في بعض الأماكن بعض المجالس بعض الديوانيات إلا أن يصير الساعة الثانية أو الثالثة في الليل فيستحر وينام هذا ليس صحيحا في شهر رمضان ليله غنيمة خصوصا بعض الناس هم مات ينام في النهار فلا أقل يغتنم الليل أو جزء من الليل لهذا الدعاء يقول اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره بعد ونور فيه قلبي بضياء أنواره رمضان نور الصيام نور الصلاة نور قراءة القرآن نور ولهذا ورد في بعض الأحاديث أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يصعد منه نور إلى عنان السماء يصير بيت منور ينظر إليه الملائكة والنور يخرج منه رمضان وقراءة القرآن والصلاة والصيام في شهر رمضان تنور قلب الإنسان ثم يقول واخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره يعني اجعل كل جوارح صائمة لأنه الصيام ليس عن الطعام والشراب فقط من صامت صامت جوارحه كما ورد في الحديث الشريف إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك هذا هو الصيام الحقيقي أن تصوم العين عن النظر إلى الحرام أن تصوم الأذن عن سماع الحرام أن يصوم اللسان عن قول الحرام فالدعاء في هذا الدعاء ندعو الله عز وجل أن يجعل جوارحنا كلها صائمة ومتبعة لطاعة الله في هذا الشهر الشريف والحمد لله رب العالمين ندى الدعاء به الرجاء به الرجاء ندى الدعاء اسمع دعاء المصطفى فيه الهدى فيه الصفى فيه المعارف أنزلها للعالمين في الشفاء